متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سلمين فيديو بديو ان شاء الله عندنا على القناة وخبر جديد وتحديث جديد من DeepSeek DeepSeek عمال يطور من نفسه الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة ومش عارفين حيوصل لحد فين ولكن نقدر نقول ان هو very promising يعني هذا الإصدار الذي تفوق على نظيره المدفوع One من OpenAI أعتقد ان هو مش حيسكت لحد هنا وتطورات حتبقى يعني مطلحقة جداً في الفترة القادمة النهاردة جاي أقول لكم عن نموذج جديد والنموذج ده أعتقد الناس اللي كانت بستنية من DeepSeek ان هو يشتغل على جزئية إنشاء المحتوى المرئي بالذكاء الاصطناعي هو لبى هذا النداء وفعلاً قام بإصدار نموذج جديد اسمه Janice وهذا النموذج يستخدم في توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي تم الإعلان عن هذا النموذج بتاريخ 27.1.2025 احنا منتكلم بالضبط من حوالي يعني يوم تقريباً نقدر نقول إن هذا الإصدار نزل وهذا الإصدار حيصد الصغرى المتعلقة بتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي زي كده OpenAI ما بيعمل من خلال استخدام دال إي وبالتالي بتقدر من خلال OpenAI تولد صور فالجزئية بتاعت الإمج بدأت يعني تلاقي استجابة سريعة من DeepSeek اللي حلولك النهاردة للنموذج اللي إن شاء الله حنجربه مع بعضي دلوقتي بشكل عملي مش بس بيولدلك صورة بالذكاء الاصطناعي هو أنت ممكن ترفع له صورة وتقول له الصورة دي بتعبر عن إيه الصورة دي ممكن حتى تكون صورة معادلة الصورة دي ممكن تكون صورة Combination ما بين صورة وتكست لأن هنا هو بيجمع ما بين حاجتين توليد الصورة وفهم الصورة حاطركم الروابط في الوصفة أسفل فيديو المتعلقة بأي رابط إحنا بنروح له أو موقع إحنا بنروح له هنا جانس سيرس واضح إنه هو حيبقى إصدارات متتالية زي ما احنا شايفين من خلال هذا الشارت كبينشمارك هو تخطى كل من Stable Fusion ودال إي ولكن الموضوع حيبان أكتر بشكل عملي يعني أنا ما قدرش إن أنا أخد بالشارت سوما منزلينها لازم نروح نجرب بشكل عملي ونشوف الجودة دال إي مثلا ناخده على سبيل المثال النتيجة اللي طالعة من دال إي والنتيجة اللي طالعة من جانس برو ونشوف الفرق ما بين الاثنين إي يلا بينا نشوف مع بعض الموضوع بشكل عملي أكتر وكل اللي علينا إن إحنا هنروح على Deep Seek جانس برو على Hugging Face علشان نجربه الموضل ده هو جانس برو 7B وبصراحة يعني ما نصحكش إن أنت تنزله لوكالي عندك على الجهاز إلا لو كانت موضفات جهازك قوية جدا والجي بيو قوية جدا لأنه هو يعني تقيل شوية ولكن لو أنت حابب أنت تجربه بشكل مجاني على Hugging Face عارفين برضو أنه Hugging Face إنت لم تدعليه في الخطة المجانية أهو مجاني لكن أنت محتود فهتستخدمه وترجع يقول لك لأ كده أنت خلاص يعني عايز تستخدمه أكتر روح للبرو ستنى شوية كم ساعة ورجع تاني استخدمه هتقدر أنك أنت تستخدمه بشكل مجاني في إنتاج الصورة أو في الحصول على الأمر ولكن لو أنت عايز تنزله لوكالي وجهازك إمكانياته جيدة أنا أحبّل هنا أجرب الexamples اللي هو عصيها هنا بيوريك مثلا سي حاجة زي كده ده تعتبر ميم يعني وهنا بتقدر أنك أنت تقوله مثلا بناءً على هذا الميم فلو أنت عملت شاد بالمنظر ده المفروض أنه هو حيبتدي أنه هو يديك الميم دي بتعبر عن إيه زي ما إحنا شايفين في الريسبونس بعد ما خلص طبعاً أجبت سيتينج زي ما هي مغيوتش فيها خالص هنا الريسبونس بيقولي أنه ده الامج دي ما بين نوعين من ال وحيبتدي أنه يتكلم عن كل نوع ويشرح الميم وهنا بيديك المعنى الكلي للميم دي استخدمت بس الموجود عندهم هنا أيضاً convert the formula into latex code هنا ممكن يحول الفورميلا للاتيكس كود عن طريق أنه أنا أقوله ده الكوستشن اللي أنت بتحطه يعني لو أنه روحت مثلاً سيس الليكت ده حتبص تلاقي على طول هنا في الكوستشن أنت بتكتب أنت عايز إيه يعني أنت بترفع الصورة وبتطلب منه يعني كأنك بتشات معاه أنت عايز إيه بالظبط فهنا هو بيجمع ما بين حاجتين هو بيولد صورة عادي جداً ده هنشوفه دلوقتي مع بعض وكمان بترفعه الصورة وبتقوله حول الفورميلا للاتيكس كود مثلاً فطبعاً أنا شايفاً ده حاجة من الحاجات الحلوة قوي في هذا النموذج اللي ما بيجمع ما بين النقطتين دول أو التو كونسيبت دول هنرجع مرة تانية نقوله شات ونشوف النتيجة زي ما احنا شايفين قاله here is a formula converted into latex code وحولها latex code هنجرب اما بعض احنا نرفع حاجة من عندنا يعني احنا جربنا الاكزامبلز موجودة نرفع بقى احنا من عندنا تيكست ونسأله السؤال اللي احنا عايزين وشوف هيتعمل معاه ازاي هبتدي هنا ارفع الصورة دي الصورة بتاعتنا دي كانت وحنبتدي ان احنا نسأله describe بلاش describe خلينا analyze this short وحعمل شات وشوف هل حقدر يحل الهولي ولا لا اعطاني النتيجة تحت في ال response وشوفه الجمال بيقولي ان الشارت ده compares بقارن ما بين different models بيقولي بالنسبة لل AIME Deepsec R1 واخد A 2024 طبعا open AI بعد D نسبة 68 في الكودنج في الماث في M.M.U انا قام بتحليل الشارت بشكل دقيق جدا اعتقد كمان ان الجزئية دي في فهمه للصورة او الشارت هيكون اقوى من توليد الصورة من وجه نظري تعالي بقى نشوف مع بعض الجزء التاني وهو توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي وبعد ما نشوف توليد الصورة نحاول ناخد نفس الامر ونولد به صورة باستخدام DL E داخل شجي بيتي يلا بينا هنبتدي بقى ننزل تحت كده شوية علشان ننتقل الى The Text to Image Generation لان انت هتلاقي كده الوب بيج مقسومة اتنين فوق بترفع صورة وين عندك رفع Uploading وفيه كمان تفتح الكام وداخد صورة وفيه كمان هنا لو دست Paste from clipboard المفترض ان انت واخد copy من clipboard لو دست paste هتعمل لك paste هنا في هذه الجزئية طيب هنزل بقى تحت علشان نجرب الجزء الخاص بالText to Image Generation وحسيب برضو كل setting زي ما هو default بتاعه المحطوط عليه وهنا هبتدي اكتب الprompt بتاعه بيقول لي prompt in more detail can help produce better image هنا هقول له a man with black here ممكن كمان اقول له a middle age man with black here and blue مثلا eyes is working at his office in front of lab top ممكن اقول كمان a stock photo for a middle age man وتعالى ندوس generate images ونشوف النتيجة السيد لو انت قريدي عندك صورة وعايز تعمل صورة زي الصورة دي مشابهة للصورة دي فبتحط السيد بتاع الصورة دي خبتدي اقول generate images فيه تحت اعطيني شوية examples حابة برضو اجرب منهم بس انا حابة الاول ان انا اجرب باستخدام امر من عندي تعالى نبص للنتيجة كما توقعت لسه هو في انتاج الصور لسه محتاج يعني يشتغل على نفس كتير من وجهة نظري يعني مقارنة ب نمازج تانية ولكن تعالى نشوف كده اي امر من الاوامر الموجودة عندهم ونشوف مثلا امر زي ده ونجرب دي الصور اللي تم انتاجها الصور بتاعته حلوة الامثالة بتاعته حلوة اللي هو اعطيها يعني مش عارفة هنا مثلا نجرب حاجة زي كده اكيوت بيبي فوكس نشوف برضو حاجة زي كده ونعمل جنريت اميجز هو بيقول لك ان كلما كان الامر في ديتيلز كتير كلما كان ده افضل حنشوف حنشوف دلوقتي على ده ايه النتيجة حلوة نتيجة الامر حلوة كتن يعني شيلو بيبي فوكس هنا نسميه كتن ويز بيج براون ايز ويز براون ايز هنا انا غيرت شوية في الامر وحبتدي اقوله جنريت اميجز حال حينتج لي الصورة بنفس الجودة دي النتيجة بتاعت الصور النتيجة حلوة النتيجة حلوة جدا فاعتقد ان احنا ممكن ان احنا ناخد القالب التمبلت بتاع كتابة الامر ونستخدمه ونغير فيه يعني دي وجهة نظري لكن النموذج ده متضرب على بيانات مرئية ومتضرب كمان على صور بالذكاء الاصطناعي كتير جدا ملايين يعني فهنا احنا ممكن نستفيد بالتمبلت الموجودة دي ونحاول نغير فيها عشان نطلع الصور حلوة وتعالوا نروح على open i علشان نجرب نفس الامر انت انا لشا gpt ونبتدي نروح ل 4o ونيجي للتولز ونختار picture del e ونبتدي اكتب الامر بتاعي ودوس enter ادي النتيجة الخاصة بي الصورة زي ما احنا شايفين دي الصورة بتاعتنا بدال e لو حطناها جنب الصورة اللي تم انتاجها ب deep seek بنفس الامر اعتقد ان كمان deep seek هيكون افضل من وجهة نظري كتابة الامر بالنسبة لي deep seek بالشكل اللي قلتلك عليه هتكون افضل يعني more details هنا هيكون نمشي على نفس الخطوات دي في بناء الصورة باستخدام deep seek janice pro والنموذج اللي هو 7b زي ما بتاك استخدامه من خلال حاج انجفيز بشكل مجاني سواء كنت هترفع صورة علشان وتسأله يعمل لك task معين او ان انت ايضا تولد صورة بالذكاء الاصطناعي زي ما شفنا النهاردة اتمن تكون بالذكاء الاصطناعي مع الاوامر البسيطة هو مش جيد في الهزيج الجزئية لازم يبقى الامر فيه details كتيرة وكمان لو تستخدم القوالب الخاصة بالexamples اللي هو عطيها وتغير بقى فيه subjects او العناصر الموجودة داخل الامر حيديك نتيجة كويسة جدا ولكن لو بامر بسيط الجودة بتاعته ما كانتش مقارنة بالفعل ولقينا ان النتيجة جيدة جدا اشوفكم فيديو قادم باذن الله وزي ما قللكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل بكل جديد لو كنت بتشوفنا الاول مرة ولو كنتم من متابعين الاعنزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته